ودلوقتي هنبدأ مع بعض الفصل اللي بعده بعنوان عتبة الثلاثين دق الجرس بجواري ليوقذني من نومي كي أبدأ نهاري ولكنه لا يدق بجواري ليوقذني إنما يدق داخل رأسي انتبه إلى ما يجري بجواري أنظر في المنبه أجد عقاربه وقد استقرت على الثامنة والنصف يا إلهي لقد بدأت اليوم متأخرة سأتأخر عن عملي من جديد أركض داخل ملابسي وفي ثواني معدودة أكون وقف أمام ما يدعى بمحطة الميكروبوس حر غريب بدأ الشتاء يلملم أوراقه من على طاولة العام مستعدنا للإنصراف لا أجد ما يقلوني إلى عملي حتى يصل الميكروبوس الذي يصر سائقه على ملئه عن آخره بالبشر فتتلامس أجساد البنات بالرجال بالعواجيز بالأطفال ملحمة بشرية تفوح منها رائحة الفقر والعجز والمذلة وهوان البشر بعضهم على بعض